حذرت الرئاسة الفلسطينية من السماح بإقامة ما يسمى بمسيرة الأعلام في مدينة القدس في 29 من شهر مايو الجاري وحذرت الرئاسة الفلسطينية أيضا من قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في بحات المسجد الأقصى المبارك معتبرة القرار مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وشرعية دولية هذا وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل العادل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة